لازم كلنا ننتبه انه واحد بس يعني لو واحد جنبك بيضرب كالكس فتقوله يا أخونا ما تضربش كالكس يوم يقولك التمالك يا جدعي انت انت هتعمل لي فيه يكون هو بقى جريم شوها كده فتقوله على فكرة انا بطلت كالكس هضرب كالكس عشان ما عملكش ازعاج تقوم تحرجه تقوم الدنيا تتغير لان كده مش هتتغير انت لما بتروح دولة اول ما بتشوف تشوف مطار بتشوف الشوارع بتشوف فنها بتشوف تقوم تقول دي دولة متحضرة وحلو فانا بشكر الناس على رسالة واهتمامها والمناقشة دي حلوة استدعت في نفسي فكرة غريبة شوية بس يعني هقولها لكم وقلوا لي فكرة وحشة نقوله كان انا ما قلنهاش انه انا كنت في المانيا زيارة كده يعني عائلية فوركبنا اوبر انا وصديقه عزة الشام اا سوى اوبر فقلنا حكيت الحكاية دي قبل كده بس في سياق اخر ايه فقلنا الله ايه بطال انت بشغل ايه بتاع عدى انتكاله هو يكلم اعزة انا عد باسمع باسم وبعدين اا فقلت له اسأله هو مهتم بايه لي ومن دول قال لي تستقى سأله فقال له الراجل المجنون بتاع امريكا ده مش عايز يمضي اتفاقية المناخ معين الراجل ده من شوية قال احنا عايزين نها كله نشتغل ونعيش وكده طب ازاي سواء الاوبر عندهم ده هو سواء تاكسي يعني مهتم بالقضية دي وإحنا بعيد خالص عن اي حاجة هل مطلوب ان الواحد يعرف الدنيا فيها ايه طبعا مطلوب فقلت طبعا هاسأل سؤال السماء لونها ايه فبدأت اسأل لحواليها متعلمين وانصاف متعلمين وانصاف متعلمين ما نزلتش اكتر من كده يعني معهم دبلومات وحاجات زي كده ده متعليم برضو السماء لونها ايه فقلوا لي لبني يعني ازرق فاتح يعني هو ده لونها يعني هي السماء اللي فوق دي لونها كده ففيه قالوا لي اه وفيه حسوا ان انا خبيث ودي شخصيتي بالحب يعني في الواقع انا كنت خبيث وما زلت يعني الله رحمه ان درستنك بتقولي كده فما يعرفوش حاجة خالص السماء دي اصلاها ايه حكايتها ايه هل مفروض ان الواحد يعرف المعلومات دي انا بسألكو بقى المعلومات البسيطة دي يعني هو واحد بقى ده ويكلمه بالدين انه دي السماء الاولى انا مش بتكلم كده انا بتكلم في العلم السماء دي لونها ايه وعلى ذلك عايز اسجل كل الاحترام وكل التقدير وكل المحبة للدحيح انا بحبه جدا مبسطة جدا لان شفته حاجات بيزحها بيعملها وبتتشاف بالتلاتة مليون ولا اربعة مليون ويمكن اكتر يعني الناس لما بتلاقي حاجة فيها معلومات بتشوفها مش كله هالس وكلام فاضي لا فيه ناس بتتفرج على الحاجات دي فيه ناس بتشوف الحاجات دي ما يبقى الدحيح وهو ليه طريق ستايل كده بتكلم بسرعة وبتاع بس يقول معلومات طولوقات معلومات معلومات فيه منتقى الروعة ما تلاقي تلاتة مليون بتفرجوا عليه لا أبقى استنى عندك بقى ما تقوليش الناس وحشة ما تقوليش الناس دي لا دي الناس عايزة بس انت ثبت على الموجة تعرف تبسك الرديو جديد ويتقاط تحول لراديو بتاع زمان اللي بتقاط تحول لغا ما تزبط الموجة احنا عايزين نتزبط الموجة بس إنما خلين يشوفوا الداحيح تلاتة مليون واربعة مليون ويمكن فيه ارقام اكتر من كده وخرين يشوفوا بعض فقرات باب الخلق اللي فيها ناس عاديين بيتتكلم يعني أنا أعتقد الدكتور مشالي بتاع طنطة هذا الرجل للفز تشاف مش عالف 6 مليون ولا 7 مليون مرة يعني الناس مش بسارك بس على الصورة اللي هي فيها حركات والفسدين والبتاع لا مش صحيح يعمل حاج فيه ناس بتتفرج على الحاجات دي وفيه ناس مهتمة بالحاجات دي فأنا دلوقتي هنقول السماء لونها ايه وهلحد عنده فكرة فعند عمك الأخوين تندال فيه فكرة عن الرجل لا في سنة 1800 وحاجة مش عارف كم طيب أنا عايز من حضراتكم تقولولي ايه حكاية لون السماء ده هل هو لونها ولا اللون ده جاي منين وازاي بتبقى أحيانا لبني زي بيقولوا وأحيانا بتبقى حمرة وأحيانا بتبقى بنفسجي وأحيانا بتبقى رماضي منش من الغيوم دي كلها ألوان المعلومات اللي مكتوبة في الحاجات دي هتلاقي معلومات كتير جدا وفيها بعضها فيها علمي صاحب شوية فمين بقى الجدع اللي فيكو أو الجدع اللي فيكو هتكتب لي الملخص اللي قدر أقوله للناس ليه السماء لونها ده وإيه هي السماء دي بالزبط يعني هل فيه يعني حاجة ملموسة ولا إيه اللي سألتهم حواليا ما يعرفوش فإحنا عايزين من حضراتكم تقولولي بكرة حتى اقروه أنت زي ما أنتوا عايزين وقلولي إيه هي السماء عشان أقول للناس إيه هي السماء دي وفيه كمان إخوة أعزاء بيبعثوا يقولوا دايما أن أنت متعودش تقول لنا زي ما أنتوا عارفين بقى أحكي الحكاية من أول إلى الأخير فأنا ليه رأي يعني هتنزل عنه ما عنديش مشكلة إيه هي والرأي بساطة أنه أنا لما أقول لحضرتك زي ما أنت عارف أولا بحميك من أن أنا أباني لأن أنا بتمنظر عليك وبقولك معلومات على أن أنا لفت وأنا لفت ولا أي حاجة فبقولك زي ما أنت عارف أنت الوقتي لو قلت لك الكلام ده من عشر سنين أبقى غلطان من 100% لأنك ما عندكش وسيلة تعرف صعبة جدا إنما دلوقتي أنت سمعت الحكاية ومهتم بيها لو أنت حتى مش شغال عنه ابنك جارك أخوك أبوك أي حد قل له إيه الحكاية إيه الحكاية دي فتفتحها وتقرها هو ده اللي أنا بطلوبه هو ده اللي أنا عايزه إن الناس تسعى للأفكار والحاجات لأنه دماغك دي ما بتتزبطش إلا بالمعلومات الكتير النجاح ما بيجيش من فراغ يعني مفيش حد بيجري كده يمشي كده ينجح مفيش لازم يكون مع كل أدوات المشوار بتاعه فأدوات الإنسان عموما استقافة العامة بتغذيك وبتعمل فيك حاجة تانية خالص بص أنا ارتقتربت من نجوم كتير جدا سواء في الصحافة أو في الأدب أو في التمثيل أو في الإخراج أو في التأليف كلهم اللي نجحوا وحققوا حاجات حقيقية كانوا مموتين نفسهم شغل على حاجتهم واللي حواليها كلهم بس فأنا كل ما أتمنى أحاضر الحكايات أحكيها زي ما أحضركم طالبين ما عنديش أي مشكلة في ده بس ده اللي كنت أتمنى أن احنا ندور ونبحث كل واحد لما يتعود أنه يفتح الكتاب يعرف أنه انتقل مرحلة تانية كده راح من كده لكده من الضلمة للنور هي مفيش تانية مفيش حاجة تانية لما بتفتح الكتاب أو بتفتح الجرنان أو بتفتح المجلة بتفتح النت أو بتقرى مقالة أو بتقرى أي حاجة بتتنقل وشوف الرجل الألماني اللي هو مهتم بالمناخ السواق ده تقوم تبص بقى وانت ماشي في ألمانيا كل العربيات العظيمة في العالم كله معظم ألماني والمكان والحاجات والتكل حاجة إزاي الناس دول ده كتدمروا في سنة 45 اتدمرت ألمانيا اتدمرت إزاي دول ملوك في العالم دلوقتي مش حاول ملوك العالم إنما إزاي هم ملوك في العالم من ضمن ملوك إزاي إحنا مش نقصنا حاجة أبدا 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 ده رأيي وممكن الناس تتصور إن أنا بلاغي الناس أو لحاجة لكل يعني شوف حط أي تجربة قدامك وهات شوية شباب مصريين ولهم هنا في نظام مفيش تدخين مفيش تأخير مفيش كذا وحن يديك الحاجات اللي تريحك وقل لي إيه عن نتيجة وقل لي إيه هي النتيجة يعني هات مجموعة وشغلها زي ما أنا قلت مدربنا مسأل للناس باستمرار بمتر الأنفاء لما عملناه في الفترة الأولى فيش سجارة مفيش كذا مفيش ورقة كان كل الناس ماشية ملتزمة كل الناس الله يعني الناس بتلتزم لما عملنا القرية الزكية كل الناس التزمة تخش القرية تحس إنه كنته في مكان تاني بس يا سيدي بقى رقيت كتير بس يعني الشيء لزوم الشيء يعني حاولت أقول لحضراتكم إنه أنتو ناس كويسة جدا وما تسمعوش كلامي لحد يقول لك الدنيا تغيرت آه والناس بقت صعبة آه والناس بقت قاسية على بعضها آه والناس باهدروني في الحلمية آه لكن أنا زعلان لا ليه؟ لأنه القيمة المرفوعة هي الصوت العالي لو إحنا علينا القيمة التانية اللي هي بلاش ستعالي وتعالوا نفهم بعض بعد كده نعاتب الناس